سلام في هذا الفيديو سنجاوب على الكثير من التساؤلات وما بينها كيف سنجعل لابراطورة لي كيف سنقدر ندفع سطاج وماذا هم الأنفاق للجيولوجيا في المغرب معكم فؤاد غنامي ومرحبا بكم في فيديو جديد قبل أن نبدأ هذا الفيديو أصدقائي معكم واحدة الابليكاسون وسميتها ختمة هذه الابليكاسون كانت في بلاي ستور وكانت في أب ستور جميلة فيها القرآن الكريم كامل وتبارك الله الابليكاسون الواعرة فيها الأدعية فالحديث فيها كل شيء جيد أعجبتني بزيارة وقومت بارتاجها معكم لا شيء أنوم مستخدم أو شيء سألتقائي وإذا كنت أستعبد منها وقومت بارتاجها معكم فهذا الشهر الفاضي كيف سنجعل لكم الابليكاسون كانت في باستور اسميتها ختمة هذا هو الشعر لها جيدة جدا اذا انستخدمها وقوموا بإمكانكم بشكل حسنات ووصفات تلكم إذا نبدأوا نجاوبوا على الأسئلة ديالنا إذا كان ممكن ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة والبارتاجيوا مع الأصدقاء ديالكم باش هكا كل شيء ستتعبد وإذا عندكم أي سؤال خليوا ليه في الكمونتير غادي نجاوبكم عليه إن شاء الله في أسرع وقت ممكن بالنسبة لهنا سؤال مع قلش في صراحة وش ديجة جاوبت عليه ولكن نعاود نجاوبه عليه دغيا الى اللابول وقت ممكن أن يكون قدروا في قدرنا بإمكانهم وهذا السؤال تضلني عمل Щ Bryce الجيولوجيا وافاقة في المغرب والمهال اللي ممكن ندخلها بعد تخرج عفاك شوف الجيولوجيا في صراحة مفاس بزاف دل الافاق فيها تقدر تخدم في لابورات وارات وكني ما هي دل لازاناليز ولا دل دولة لابورات وارات مخصصين تديروا التحاليل دل تربة تقدر تخدم مع ديزان جينيور في اللي بيغودي يقول لهم تقدر تخدم مع لو سي بي وتقدر تخدم ايضا مع وزارة تقص شوف لا مش وزارة تقص مهم شي حاجة دل تقص صافي هادو هما اللي ممكن انك تخدم معو صافي بالنسبة ايضا مع الافاق لجيولوجيا في الفيس دي بالنسبة لهذا الجيولوجيا هي علم البيئة عشان كنو تحوه نفهموه كتتاخد ديبلوم تاك كتاخد ديبلوم لانجينيور ديتا يلك كتقدر تخدم مع وزارة المياه والغابات فاهمين وكيكونو بزارة دل المعارض بزارة دل تنظيمات وكيحتاجو ديزان جينيور فيهم باش هكا يبخيزونطيوشي هادا بخيزونطيوشي هادا مهم كعندو ميدال ولكن الاغلبية ناس كيخدمو معا وزارة مياه والغابات داك شي دي الغابة ومهم داك العيبات بالنسبة لهذا السؤال قبل ادرك هذا الفيديو حتى اشخاص تبدل هادا القادية انتظر اريد ان تقول لك واش البيولوجيست ما عندهمش الحق يديروا لابراطوار دولا سنتي خاص بيه ولا حي تسمعش باللي ما عندهمش الحق لا لا يرضي عليكم عندك الحق ولكن بشرط بيش تدير لابراطوار ديالك عندك الحق انك تدير لابراطوار ديالك تسميه السمية اللي بغيتي سميه على اسميتك سميه مهم اي اسمي بوش تسميه كتدير فيه التحاليل ديال الدم ولكن بشرط الشرط الاساسي والوحيد هو انه خاص تكون عندك الدكتورة زائد انك لابراطوار تعتبر شركة ما تعتبرش زي ما مشروع على هذا تعتبر شركة ويكون تابع الوزارة الصناعة ويكون تابع الوزارة الصحة ويكون تابع الوزارة الصناعة حيث انها عبارة عن شركة فاهمين رغمو ممكن انك تدير لابراطوار ديالك خاص الشرط تكون عندك الدكتورة فلا بيولوجي او الدكتورة فلا فاغماسي بالنسبة للسؤال الاخر جاءنا من عند الاخت ضوحة السلام خويفات بغيت منك نصيحة انا جاءتني بفرصة باش ندوه اصطاج في شركة تخدر فوقي وعندي امتحانة في سرستة على ما اظن وحرت باش ندوه اصطاج من دابة ولا حتى نكمل امتحانة بعدها اصطاج رأيكي في شركة الخضار فوقي تخدرون دوزهم في شركة المنتاجات الالبان في حال سنترال جودة تخدرون ايضا اصطاج في اللابراطورة ديالدواء في اللابراطورة ديالتحاليل وفي اللابراطورة ديالدولة ونسيت اغنقلكم محدد القديد للابراطورة ديالدولة باش نتكلم على في الفيديو نجاوبه بعد الاخش شخصيا كيف يبالي انه من الاحسن انك تتكمل قرايتك تدوزي امتحانة باش نتكلم من تحتويه اذا كانت الاطاق فيه تقريبا 1-15 يوم او 20 يوم في حالك باش نتكلم من تحتويه وكيف تجيب تكمل الحفاظتك عادي ولكن اذا كانت مدة طويلة بشكل مثلا ان احد شهرين او شهر او نص اذا كانت تقديمه بشي شوية يعني ما يبقى الوقت للحفاظتك باش نكونوا واقعين لا يمكن أن تخدم و تحفظ إلا قلة من الناس الذين يقدرون هذه القادية أن تخدم و تقال في نفس الوقت و عندما تستطيع أن تضرب أمارة لماذا؟ لأنك تأتي من السطاج أو من ذلك الخدمة في العشية تكون عيانة لا تستطيع أن يكون لديك تركيز تقول لي باقي غير تأكل و تشيط ترتاح شوية تسنط على دائماتك و عندما تستطيع أن تضرب أمارة و تدوس أمارة أكثر من الناس الذين يعملون نفهمين؟ إذن نصيحة مني أنه من أحسن الوحيد تكون قرأته و يجب أن يدوز و يريد أن يدوز أمارة و يجب أن يدوز أمارة حر لا يوجد مشكلة يوجد شيء ممنوع و يجب أن يدوز أمارة و يجب أن يكون اختلال في القراءة لذلك ردوا البال لهذا القادية نسبة الناس الذين يسؤولون على الأمارة 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 يجب أن تدوز أمارة يعملون المركز الشفائي يكون لديكم في المدينة هنا في كازة لدينا البنورش و كل مدينة وعندها الحسيمة يجب أن تكون هناك و يجب أن يكونوا الأمارة و يكونوا الأمارة تبكيبه الجهاز الاماكد هذا الطبس في الترضي لتصلية واحد الاماكد على الجهاز الاماكد يمتلك الجهاز او الاماكد يجب ان تنشيه عندما تتعوم بلغها يجب أن تعمل فقط الاماكد و تقول لهم الترمي للقناة يتضع لها الرسال باستعمال الاماكد ون MARCH 10% من الارتسلية هذه كم عمله كامل فررررر نهم لديهم العمور فلن يقول بك لن يكون لديهم مركز الناس ويقول بك لا كورونا فلن يسرق فلن تكون معكم صريح دووا على حقكم وورا حق هذا ديره لكم الدولة ما تخليوش ان الناس يضحكوا عليكم الله يردع عليكم بزاف دي الناس هنا بالخصوص فكذا مشاوبة يدوزوا وستاج ورجعوهم بحجة انها لا مشي دابة تلخذي العام ما كينش لخذي العام لوحد الوقت محدد لا كين وقش ما بغي شيكا بشي دو وستاج تشوف الوقت اللي مناسبك انتايا وهما خاصهم يدوزوا لك لستاج حيش هما كيتخلصوا على هذه الخدمة اللي كيديرو دونك الله يردع عليكم او ليلة ما بغيشوش نطوم التبرزيط كامل هدروه سيدي ديروا عفوا سيروا ديك اللي الابراطوارات دي البريفي كي يكونوا في الدرب قالوا كي يبغيو الناس لا هادو قغاد بشي تصيب سيفي وضومون دوستاج ضومون دوستاج اشنا هو ما تسمعش ضومون دوستاج وتخلع لا ضومون دوستاج السلام بتتكون فيه مثلا اسمي تي مثلا فؤاد عندي كادة كادة في العمار كنقرى في هادو الشعب الفلان فلانية اه عفاكم مرة بغيتنا دوستاج وهذا باش نزيد نطور المكتسبات ديال بالعربية ولا بالفرنسية مش مشكل وكتكون معها وحد لطيستاسيون دوستكولاغيتي باش يتأكدوا انك اكما زالك تقرأ وصافي واد الوريقات كتقد دفعهم ديالين فوتوكوبي وكتقد دفعهم في كل الابراطوار وصافي لطرور وحد الابراطوار اللاجوج كعيطولك باش انك نجيد دوستاج اذا ناتيلكين في هذا الفيديو نتمنى انا نكون فتكم ولا وغير بشي شوية لا تنسوش عندكم اي تساؤل او اي حاجة منفهمة سولوني عليها وقد نجاوبكم الله يصير لكم يا ربي وبون كوراش